وليد ايه رايك نبدأ بمطش الاهلي الاهلي والهلال الاهلي انا قلت النهاردة في الانترو كده حاجة انه نفس اشوف الاهلي زي منشستر سيتي وباريس سان جرمان انه هو نازل بياكل اي خصم الكورة بلغة الكورة يعني اللي هو انا نازل بهاجم ونازل بضغط ونازل وزانق الفرقة التانية في منطقة جزائها نفس اشوف اللقطة دي من الاهلي الاهلي اتخطف بمحاول المباراة يعني احنا برضو لسه عندنا المشكلة كمصريين ان احنا بنتأثر بالاجواء وهم جربوا يعملوا ده في السودان فيه من موسمين فاتوا ونجحها ما كانش فيه جمهور بس ما حول المباراة خلى الاهلي نازل بعيد عن التركيز شوية متخيل انه هيلاقي صعوبات متخيل ان فيه ازمة في المطش معانا المطش كان سهل جدا الهلال مش فرقة تقيلة كان سهل ان النادي الاهلي يكسب المباراة لو عنده تارجة الفوز اعتقد ان نقطة لو بتتكلم بشكل عام وسريعا هي نقطة مفيدة للنادي الاهلي لكن كان بالامكان افضل مما كان بكل تأكيد طيب احمد رأي كيف اللي حصل فيه مباراة الاهلي والهلال الاهلي كرة واحدة في الدعاية الاخيرة تصويب بتاعت افشا في الاهيم غير كده بلا فرص خطيرة صحيح هو كانش عليه كمان فرص خطيرة بس طبيعا ان الاهلي قدام الهلالي هو اللي يعمل فرص اكتر من فرصة خطيرة متفهم معك جدا ومباراة شفتها متوسطة الاداء من الاهلي ولو تفتكر الاخر الحلقة كنت موجود معك كريم ان مسلمان يحيرنا يعني انت انسى بشكل انت لعبت به 3-4-3 والتشكيل اول لما نزل تخيلت ان حمد فتح يبقى موجود هو تيالة وسط خصوصا ان انا عمي نعم شوية زي بدر بنون فكرة ان انا لعيب كرة واقدر اطلع بالكرة كويس فيعملها بشكل يعني سهل لقيتنا ان طيب لما لقينا ان حمد فتح بيلعب جنب السولية وديانج يعني معناها ان انت عايز سيطر على نص الملعب كان انا فيه برضو رقم كده وقفت عنده وكان بالنسبالي انا شفت ان مسلماني انت عايز تعمل حاجة بس ما حصلتش يمكن احنا لو هانا اعرضوا ان الكور الاستخلاص اللي قدروا السلاسي بتاع وسط الملعب ان هما ياخدوها هي دي اللي عملت المشكلة ان الاستحواز انت اول الكلام قلتوا ايه الابرهند مع مين؟ مع المفروض تبقى مع العناد الاهلي ده ما شفناهوش العكس هو اللي حصل ان لأ خمسين خمسين بنتكلم مثلا على هنا التوتل ياسر ابراهيم علي معلول اكتر لعيبة هي قطعت الكورة تعال بقى بص على نص الملعب انتكلم حمد فتحي سبع كرات بس ديانج ست كرات عمر السلاية اربع كرات السلاسي ده الطبيعي ان هما اللي اتنين يبقوا معاديين الرقم خمسة وعشرين كورة لو انا عايز استحوز طيب بقى كورة تانية او ان انا اقطع كرات لكن الرقم ده يدل على ان يعني الارقام كلها اللي هي عليها عند مين؟ عند ياسر ابراهيم علي معلول حمد عبد المناء وده اصلا ده شغلهم الطبيعي لكن نص الملعب عملية الكورة التانية والافتكاك وده برضو على فاكرة لما هنتكلم على الزمالك هتلاقي ان دي كانت مشكلة النهاردة وانتكلم فايق بها في تفاصيل فكنت شايف ان ده نقطة كانت مهمة جدا ان خسرت الاهلي السيطرة على نص الملعب خصوصا انت في المبارات اللي دي تفاصيل شغيرة ان تسيطر على الكورة التانية عشان لو هتلعب على عملية ترانزيشن وان انت تلعب على مرتدة الحاجات دي بتفرق معاك قوي اشتركوا في القناة